السلام عليكم يا شعب البحرين إن مناسبة مرور ألف يوم على الثورة المباركة في البحرين ترسل أكثر من إشارة إيجابية حول أن النصر حتمي وهو قادم وأن التغيير الذي ينشده ويطالب به شعب البحرين سيتحقق بإذن الله ألف يوم من التواجد في الساحات بصورة يومية وفي أكثر من منطقة رغم كل أدوات القمع والقتل والتعذيب الوحشي واستدعاء الجيوش الأجنبية لاحتلال البحرين وإرخاص دم المواطن كل ذلك لم يؤثر في البيئة الحاضنة للثورة والثوار من أن تكل أو تتعب بل ازدادت القناعة لدى الكل أن التغيير يجب أن يكون وأن وقته هو هذه الفترة عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين والمئات من الأبطال رجال الله المطاردين عززت الوعي بضرورة التغيير انعدام الأمن للكل عزز القناعة أن الأمن يجب أن يكون للجميع وأن لا بديل عن ذلك بعد ألف يوم من الثورة حق علينا جميعا أن نفتخر بالجيل الذي فجرها واستمر في إحيائها هذا الجيل الذي حمل وعيا بكرامته وعزته وحقوقه هذا الجيل المستمر في طريق ذات الشوكة حتى يحقق مطالبه التي خرج من أجلها وهو قادر على تحقيق ما يريده إن شاء الله بعد ألف يوم من الثورة والتجاهل العالمي لهذا الشعب ومطالبه سواء في الأروقة الدبلوماسية أو في الإعلام أثبت هذا الجيل أنه قادر على إبقاء هذه الثورة حية دائما حتى مع التجاهل المتعمد أو المتاجر الرخيصة أصروا على بياض أرواحهم وانطلقوا متوكلين على الله وعلى أنفسهم بعد ألف يوم على الثورة لم يبقى لهذا الشعب إلا أن يقول أن الثورة مستمرة وأن القيام بنصف ثورة انتحار وهذا الجيل لم يقم بثورته من أجل الانتحار وأن القبول بأنصاف الحلول ما هو إلا تحسين لشروط العبودية وهذا الشعب أبى إلا أن يكون حرا سيد قراره هذه الألف يوم علمتنا الكثير وأوضحت لنا الكثير ولكن الأهم أنها أقنعتنا أن التوقف الآن ليس يعني أكثر من إهانة كرامتنا وديننا وعزتنا وهويتنا وهذا أمر لا أخال هذا الجيل وشعب البحرين سيقبلون به بل إن تأجيله أمام موجات التطرف المنتشرة الآن يعني أننا لن نصل إلى حريتنا إلا بعد سنين طوال تحت ذريعة الأمن لذلك الثورة مستمرة لألف أخرى لو استلزم الأمر من أجل خير بلدنا وحرية أبنائنا وأجيالنا القادمة لكي لا يعيشوا نفس الظلم الذي عشناه تحية لكم ولصمودكم ونضالكم وإن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته